السلام عليكم أكيد في القاوين الأخيرة أنا سمعت وأنتو سمعتوا بالشيف بوراك ومشكلته مع والده طلعوا وقال إنه والده غدر فيه وباع كل ممتلكاته وباع اسم الشهرة طبعه بيطلع بعدين الأب وبيرد على أبنه وبيقول إنه ابني كذاب وواحد اثنين ثلاثة أول موضوع وصل للمحاكم والأشياء اللي أكيد أنتو سمعتوه على السوشيل ميديا فمن خلال هذا الفيديو يا جماعة جاي أشرح لكم القصة بشكل تفصيلي لا دقيقة شوي أنا هيك بكون أبضحك عليكم لأنه ممكن تدخلوا على السوشيل ميديا وتقرأوا الموضوع بمقال بسيط وانتهى الموضوع لا يا صديق الجميل جايب لك أنا من خلال هذا الفيديو سبب شهرة بوراك ليش بوراك ظنى هالإمبراطورية كلها إش هو كان السبب الرئيسي لبناء لهذه الإمبراطورية فيا الله من دون أي تأخير تعالوا نتعمق بهذا الموضوع تعالوا أحكي لكم أشياء ممكن ما تخطر على بالك ولكن أشياء ما هي طبيعية أبدا من دون أي تأخير دعونا نبدأ هذا الفيديو بوراك أوزدامير أو كما يعرف بجيزينة بوراك طبعا هي سي زد ان بس بالتركي جيزينة يعني معلومة مهمة بس أنه ولد بأرواع عشرين آذار الف وتسعمية واربعة وتسعين وتأثر بشكل كبير بوالده وجده جده يا صديقي اللي كان متخصص بعمل الكنافة التركيين وبنفس الوقت والده كان شيف جدا مميز في يوم من الأيام إجا الوالد مع الجد يجتمعوا مع بعض وفتحوا مطعم طبعا بوراك بهذاك الوقت كان عب يدرس بعمر 13 سنة قرر أنه هو ينزل ويساعد والده وجده بهذا المطعم بهذه اللحظة بالظبط التعلم من والده سر مهني التعلم شلون يطبخ وتعلم من جده الكثير من الأشياء في تفصيله تعتبر جدا مهمة أنه والده بجانب هذا المطعم كان عنده شركة نسيج فأول ما بوراك تخرج من الجامعة كان متعلم الكثير عن موضوع الطبخ فقرر أنه يكمل بمجال الطبخ ويكمل بهذا الشغف يلي موجود جواده وبمساعدة والده فنعم يا صديقي من هون إجا مطعم المدينة أو هاتاي مدينية لار لوكانتاسي طبعا هذا الموضوع كان بعام 2009 وعبر السنين قرروا أنه يكبروا هذا المشروع ويفتتحوا الكثير من الفروع التابع لهذا المطعم الآن من خلال هذا الكلام الحكيت لك يا بوراك عنده مطعم مطعمين بمساعدة والده فإن يشغل بعين الله عليهم لا يوجد أي مشكلة في هذا الموضوع ولكن نقطة التحول أول ما بوراك قرر أنه يصور وصفات الأكل اللي بعملها فأول ما بوراك أجل وبلش أنه يصور وصفات الأكل هاي شاهدوا الناس أنه لا دايق شوي نحن ممكن نروح ناكل في مطعم المدينة أكل طيب ولكن بنفس الوقت في experience معينة يا السلام على الإنجليزي وقت يدخل بكلامي experience في عنا تجربة معينة نحن بهذا المطعم رح نعيش إضافة للأكل اللذيذ فالموضوع ما صف تجربة أكل فقط لغير إنما الموضوع صار تجربة أكل تجربة ثقافة وتجربة اجتماعية هلأ كل هذا كلام ممكن نقول أنه هو كلام عام أنت بتعرفه وأنا بعرفه تعال من خلال هذا الفيديو بقوا من هاي النقطة تحديدا نتكلم عن الأسباب الرئيسية يلي خلت بوراك يبني هاي الامبراطورية يلي موجودة عنده حاليا السبب الأول هو الاستعراضي اللي كان يعمله بوراك هو الاستعراضي اللي بنفس الوقت ممكن نقول إنه الشيف نصرت كمان بيعمله هنالتنين عندهم فن استعراضي كل واحد بالطريقة تبعيته ممكن نقول إنه نصرت على سبيل المثال موضوع الملح وهي الحركة اشتهر فيها بطريقة ما هي طبيعية بيروح عند الناس المشهورين على الطاولة تبعيتهم بيقسم لهم اللحم بالطريقة المعروفة تبعيته بيرش عليها ملح وبيقدم لهم ياها هذا الفن الاستعراضي تبعه ففي بعض المشاهير كان يروح عن نصرت لحتى يتصوروا لحتى يشوفوا هاي الطريقة الاستعراضية يجي لعندهم هذا الشيف التركي المشهور جدا بطريقة وضعه للنظارات تبعيته بالمنظر الكلاسيكي تبعه بالحركات تبعيته فكان للموضوع عبارة عن استعراض نفس الشيء بوراك بوراك كمان المشاهير كلها بتجي لعنده رح تيقدم لهم تلك الوجبة العملاقة وبالكثير من الفيديوهات كمان بوراك عمل شغلة جديدة ما كانت موجودة في الساحة اضافة للموضوع الاستعراضي كان يعمل بعض الفيديوهات يلي فيها مونتاج عالي الجودة كان يدخل موضوع المؤثرات بطريقة جيدة جدا لحتى يقدمك فيديو في البداية ترفيهي وبالاخير عبي حكي عن موضوع الاكل وعب بيروج لأسمه ولمطغمه فبالتالي الاستعراض كان من اهم العوامل يلي بوراك نجح فيه وأكيد نصرت كمان نجح فيه هذه النقطة ممكن انها مشتركة ما بيناتهم بس يعني احنا حاليا عم نخصص لها بوراك انتقالا للنقطة الثانية واللي هي النقطة الاكبر في كل هاي القفزة النوعية التسويق 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 هي اللي عمله بوراك يا جماعة شيء بتاخد منه دروس يعني انت ممكن تدرس شلون بوراك سوق لا اسمه وسوق لمطعمه وتكتفي فيها بدلا ما تروح على جامعة وتدرس تسويق يا جماعة تسويق كان مخيف النوع الاول من التسويق هو مرتبط مع النقطة الاولى اللي حكيناها موضوع انه هو بيسوق لنفسه عن طريق اشياء جديدة في بعض الاحيان كان يفجر مواد كيميائية بغرط انه هو بس يصور فيديو وينشر على صفحته في الكثير من الاحيان مثل ما حكينا بيبني فرن فوق الارض بيبني فرن تحت الارض بيشعل نار كتير كبيرة بيقدم لك برقر ايك قدم عملاقة وكل هذا الكلام اللي هو بيعمله بالاخير تسويق تسويق انه انا بعمول هاي الوجبات العملاقة فبالاخير كل شيء هو كان بيعمله بهدف التسويق اما النوطة التانية بالتسويق بعد انتشاره بفترة معينة بلشوا مشاهير رجوله عنده فبالتالي طلع هيك انا في مشاهير عبتجي لعندي يلا حميل حالك يا بورا كنزين اللي عندن قدب لهم وجبات الاكل انت اكتب لهم على الخبزة اسمهم اعمل لهم هذا الاستعراض اللي انت بتعمل بالفيديوهات اعمل لهم يا على ارض الواقع فبالتالي هاي الفيديوهات اول ما تتصور على سبيل المثال اعطيكم مثال انا انسان كتير مشهور رحت لعن بوراك اجا بوراك تصور معي مسك هذا الفيديو ونشروا عنده على الصفحة فمحبيني رح يروحوا لعن بوراك ويتابعوه فبالتالي صار في عنده تسويق الالكتروني بطريقة مختلفة اني انا بروح بصور مع المشاهير بنشر الفيديو عندي بقدم لهم الاكل انا وبعتني فيهم وموضوع ما عندي اي مشكلة بلائحة انا انسان كتير كويس معهم بهدف اني اصور هذا الفيديو وانشره على صفحتي وينتشر الفيديو ومحبين هذا الانسان المشهور يجول عندي النوع الثالث بالتسويق هو التسويق الانساني ما ممكن نختلف على انه بوراك انسان انساني فالكثير من الحملات اللي فيها مساعدة الى ناس سواء كانوا متضررين بالزلزال اللي صار بتركيا من اوائل الناس اللي حمل حاله ننزل فورا على مدينته على هاتاي وقف مع الناس وساعد بشكل كتير مجنون اذا انت متابع بوراك بتعرف هذا الانسان اصلاع انه كتير كتير قدم في هاتيك الوقت اضافة بنرجع منقول انه هو انسان مواضح انه انساني بكل الحملات بتلاقيه دائما عبيحاول انه هو يساعد ولكنه انسان ذكي بطريقة كتير كبيرة قدر بموضوع التطوع وموضوع المساعدات والحملات انه هو يربط اسمه بهي الموضوع بالتالي اليوم نحن في عنا بوراك انسان شيف شاطر مقدم جيد قدام الكاميرا فاليوم ربط اسمه بالحملات اللي فيها مساعدة وبموضوع الطبخ انه هو بيروح للمكان يلي لازم هو يساعد فيه بيروح بيجيب وليمة اكل وبيوزع على الفقراء بيصور هذا الفيديو يا جماعة بنرجع منعيد انه بوراك انسان انساني ولكن بنفس الوقت استخدم هذا الموضوع بطريقة ذكية انه انا محتوي الطبخ انا معروف بالطبخ بروح بربط اسمي في الحملات الانسانية الاجتماعية وبقدم فيي الطبخ المحتوى اللي انا بعمله يعني انا ما بروح فقط لمجرد ان انا فرجي حالي ان انا عبا ساعد بمصاري لا انا ما رح ساعد بطموكن يكون هو عبا ساعد بالخفى بمصاري ده حمام نعرف ولكن الشيء الظاهر انه بساعد بالشيء اللي بيعمله وليهو الاكل اما النوطة الرابعة في التسويق انه هو انسان بخلي الناس تفكر انه هو اللي بيعمل اكل لانه بكل الفيديوهات اللي بيطلع فيها وفيديوهات كتير كتير ممكن تكون بشكل يومي الانسان بيطلع هو اللي بيطبخ فانت فورا بيجوه وعقلك بتشكل فكرة انه الاكل اللي انا عباكله براك هو اللي بيعمل اكيد هذا الشيء بالاخير مستحيل لانه في عنده فروع كتير كتيرا بتركيا وبرا تركيا في اتوقع عنده خمس افروع يخليك تقتنع انت كمشاهد انه اللي بيطبخ هو براك النوطة الخيرة بدنا نحكي عليها هي التسويق العاطفي في فترة من قبل تقريبا سنة او سنة ومستقريبا طلعت كتير اخبار انه براك مصاب عفان الله وياكم في السرطان فبالتالي هو طلع قال انه انا مري مصاب اولا في السرطان انا في وعكة صحية فقل الناس بنفس الوقت بغض النظر انه انتشر موضوع انه هو مصاب بهذاك المرض لا هو نفى هذا الموضوع ولكن اكد انه انا امر في وعكة صحية فخل ارتباط عاطفي ما بينه وما بين المشاهدين اضافة الى النوطة الثاني اللى صارت في الفترة الاخيرة هو موضوع انه انا ابوه غدر فيني انا خسرت كل شي انا مدرمين استغل هيد النوطة استغل هادة تعاطف بانه هو يسويق لمطعمه الجديد بغض النظر يا جماعة برجع بعيد من بداية الفيديو ما لي بموضوع ان هو اللي على حق ولا ابوه علي حق موضوع لي مهتم اساسا ولكن بطريقة أو بأخرى هو يسوق مطعمه بطريقة جيدة جدا عن طريق هذا التعاطف اللي صار مع الناس أنا خسرت كل شيء رح أبدأ من الصفر بمطعمه الجديد سوق لمطعمه بأفضل طريقة مستحيل تلاقي حملة تسويقية أجمل من هيك فهو استغل الموضوع العاطفي ممكن يكون هو منختلئ هذا الموضوع بغض النظر بجا بعيد ولكن كان في حالة عاطفية ما بيننا وما بين بوراك استغل بأنه هو يسوق لمطعمه جديد فالتسويق العاطفي جدا مهم في النهاية جماعة كل هذا الكلام ما قاله أهمية لولا توفيق الله لولا أنه الله وفقه وخلاه ينجح كل هذا الكلام الحكيناه على الأرض رب العالمين أكيد وفقه والإنسان عنده استمرارية جدا جميلة الإنسان كان ينزل بشكل يومي يشتغل بطريقة كتير كبيرة كل أنواع التسويق اللي عم نحكي عليها هو كان شغال بنفس الوقت فأنت تخيل الموضوع عشق صعب أنه يروح على هاي الحملات وينزل فيديوهات ويروح لعند المشاهير يتقابل معهم ويصور معهم ويعملهم أكل كل هاي المواضيع أنت وتتفكر أنه هي مع بعضها موضوع متعب فبده استمرارية بده شغل بده اجتهاد شخصي كتير كبير منه فبالتالي بوراك سواء كان أكله طيب ولا مو طيب يحترم على الاستمرارية اللي عنده يحترم على المجهودات الجبارة وين هون يا صديقي نكونوا قد انتهينا من هذا الفيديو هذا هو كان الفيديو الأول من السلسلة الجديدة اللي حكيت لكم عليها في المنتدى بالقناة تلك الرحمن والسلسلة نحكي عن بعض الشخصيات المشهورة ونشرح بعض الأمور عنها فهذا هو أقرب مثال للسلسلة أنه جبنا بوراك حكينا على الموضوع شلون نجح وبنها هي الإمبراطورية كتير كبيرة ما حكينا عليك شخص ممكن في البداية حكينا هيك معلومات بسيطة جدا بس لحتى تعرفوا بعض المعلومات الأساسية لحتى نكمل بطريقة صحيحة بالفيديو ولكن هي الفكرة العامة فإذا بدكم نحكي على شخصيات تانية أتمنى أنكم تكترحوا لي تحت بالكومنتات وإلى هنا نكون وقت نتهينا من هذا الفيديو لا تنسى أكيد اللايك على هذا الفيديو وتشترك تفق قناة زيال حد لأ منك واشترك وضروري جدا نشوفك الفيديو القادم صلى الله عليكم